عند الحدود مع تركيا يعود التوتر الأمني ليطغى على المشهد في أقصى شمالية قليم كردستان العراق بعد هجمات مكثفة شنتها المقاتلات التركية على أهداف لحزب العمال الكردستاني هذا المشهد الذي أصبح مألوفا لسكان القرى العراقية المحاذية لتركيا يبدو أنه بات مألوفا أيضا لدى السلطات العراقية في بغداد وأربيل فكلاهما لم يستطيعا وضع حد لهذه الهجمات غير التأكيد المستمر على أن العراق لن يكون منطلقا للاعتداء على دول الجوار اللافت في الاعتداءات الجديدة أنها تأتي بالتزامن مع زيارته لوزير الدفاع العراقي إلى أنقرة في معية وفد عسكري كبير يضم عددا من قيادات الجيش العراقي تقول السفارة العراقية في أنقرة إن المباحثات العسكرية العراقية التركية تنصب على قضايا الأمن والدفاع الثنائيين وقضايا التعاون في الصناعات الدفاعية الوزير العراقي يحمل رسائل من بغداد تؤكد بحسب مصادر السياسية على رفض أي تصعيد تركي قد يتسبب بخلخلة الأمن في المناطق الحدودية ضمن أقليم كردستان الرسائل العراقية التي تؤكد على الركون لحوار كسبيل وحيد لحل الأزمة تأتي في وقت تدفع في تركيا بتحشيدات عسكرية صوب الحدود العراقية ما ولد حالة من عدم الطمأنين لدى سكان المناطق الحدودية وفي خضم ما يجري يرى خبران في مجال الأمن القومي أن عدم امتلاك العراق القدر على إقناء حزب العمال بالتخلي عن السلاح فضلا عن دعم جهات كردية وعربية للحزب يجعل أمد الأزمة مفتوحا حتى حين ليس بمعلوم ترجمة نانسي قنقر